السلام عليكم. ازايكم كلكم عاملين ايه? يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. وصفة النهاردة تشهرت في الفترة الاخيرة وهي كرات اللحم السويدية او المشهورة بكفتة ايكيا. المميز فيها انها طرية اكتر من الكفتة العادية وده اللي هنعمله النهاردة ان شاء الله. بس الوصفة صحية تنفع للضايت. وقبل ما الفيديو يبدأ بتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ابدأ معكم بالمكونات اول حاجة عندي بصل مفروم ناعم ومتصفي من المياه بتاعته. بيضة. آآ ربع كوباية لبن خالي الدسم. ومعلقة دي اشوفان ومعلقة بهارات مشكلة. واول حاجة هحط على نص كيلو لحمة مفرومة البصل المفروم اللي عندي. وكمان هحط البيضة. ومعلقة دي اشوفان وملح وفلفل. وهبدأ ان اخلطهم كوي. الوصفة دي موجود فيها بيض وموجود فيها لبن وده احنا مش متعاوزين عليه قوي بس هو ده اللي يخليها طرية زي ما احنا متعاوزين نجربها في ايكيا. فما استغربوش من المكونات بس يعني هي هتطلع في الاخر طعمها جميل جدا. هنخلطهم مع بعض كويس قوي. ولازم نخلطهم كويس جدا جدا. يعني ان المكونات معظمها سهيل. فلازم يمتزوا كويس قوي مع بعض. وبعد ما هاجلهم كويس قوي قوي مع بعض هسيبوا مرتاحوا شوية عشان دي اشوفان يبدأ يشرب السوائل اللي موجودة في الخلطة. فتديني يعني قوام شوية قادرة ان انا اشكل به الكفتة. ناس بتاع حوالي نصف ساعة. يعني لو سبتوها اكتر كمان شوية يبقى افضل. وبدأت ان انا اشكلها. طبعا لانها طرية فمش هيفعة تتشكل ما بين ايدينا الاتنين. فالافضل ان احنا نشكلها بايد واحدة يعني زي ما انا حاولت كده ان انا اشكلها. وممكن لو عندكم بتاعة الايس كريم يعني انت هحاولوا تعملوها بها برضو. بس الاسهل ان احنا ممكن نشكلها بادينا واحدة واحدة كده وهي سهلة في التشكيل العامة تانية. يعني لانها طرية خالص فما بتاخدش وقت. آآ وسريع يعني. بس وراستهم بقى في الصينية بتاعتي من غير اي مادة دهنية لان هي مواد دهنية كتير اللبن والبيضة واللحم المفروم كمان بيبقى فيه نسبة دهن. فمش هحتاجي ان انا قد نتصطي اي حاجة ومش هتلزق يعني. بس اللازم تزبروا عليها كويس او في السواء لانها عشان طرية برضو. فتبقى صعب ان احنا نقلبها يعني ونحركها في التصف. لازم ننتظر عليها شوية عشان تستوي كويس. تاني حاجة عندي هنا البطاطس المهروسة او الماش بتايتو اللي تبقى موجودة معها. عندي هنا بطاطتين حجمهم متوسط قطعتهم مكتعبات وحطتهم في مية على ربع ساعة كده. هي بس يدوبك المية بدأت تغلي حاجة خفيفة. ورفعتهم. يعني لو خدتوا بالكوا هنا هتلاقوا ان البطاطس مش مهرية خالص. اه هي مستويات كويس قوي. لكنها مش مهرية. وهبدأ ان انا صفيها من المية بتاعتها وحطها اه في الطبق اللي انا ههرسها فيه. في ناس بقى بتصفيها تماما وترجل المية بتاعت السلق. لأ. دي مش خطوة صح. يعني ان احنا مش هنحط زبدة. فاللي هيساعدني انها تبقى طرية ونعمة خالص زي بتاعت ايكيا ان انا هستخدم معاها من مية السلق. هنا خدت حوالي خمس او ستة معالق من مية السلق. آآ وهبدأ ان انا اهرسهم معاها. هتخليها نعمة جدا وكريمي من غير بقى ما اضطر ان انا عديها على مصفة او احطها في آآ فخلاط او اي حاجة يعني مسلا او هند بلندر او حاجة زي كده. واي شوكة عادية او اي هرسة تهرسوها عادي خالص. هنا زودت عليها التلات معالق آآ او المعلقتين آآ الحنيب خالي الدسم. واكمل الهرس بتاعها. هتلاقف الاخر بقت نعمة جدا زي بتاعت ايكيا تماما. ما فيهاش اي فرق وموضوع يعني سهل خالص. مش محتاج اي خطوات زيادة. بسه بقت كريمي جدا ازاي? يعني معلقة مشي فيها ما شاء الله. ما فيهاش اي مشاكل. ولا اي تجاكتلات ولا اي حاجة خالص. بس وقدمتها بقى مع شرايح آآ خيار فراش. اتعطاها بمقشرة بتاعت البطاطس كده بالعرض. وهما بيقدموا في معاها في الوصفة الاصلية مرب التوت. يعني صغير كده في حجم الرمان. فقدمت معها الرمان. بصراحة الاطعامة كلها مع بعضها تحفع يعني. غيرت تجربوها. وهتجبوا ان شاء الله. وبس كده لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات وتعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وتزوروا صفحتي على الانستجرام بنزل فيها افكار للفطار ومعلومات غزائية. شكرا لكم واشوفكم الفيديو الجاي.